وقع رئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج تتضمن التيسيرات أنه بحق المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفا من الدرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ النقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا بالنسبة 100% من قيمة جميع الدرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاستيراد